موسيقى موسيقى والان تقريبا 4 و 5 سنوات أحضر يعني متوقع مثل كل سنة رغم زيارة عدد البطولات في المنطقة يعني كرة الشرقية أو الجمهور الشرقية بشكل عام يحب كرة الصالات دليل العام الماضي الاتفاق والسنة هذه القالسية هم أبطال إلى بطولة الصالات وصعود أعتقد حتى النهضة السنة صعد اهتمام كبير في الصالات الدورة جدا صراحة ممتازة ما هي أي مجاملة الفعاليات الأهم يمكن أن تنظم يعني تنظم أول بطولة بطولتين يصير فيه على الجمهور الجيد لكنك تحافظ على البطولة 11 نفس الحضور التواجد والفعاليات اللي بره الملعب يعني سواء الأفطار صام زيارة المرضى المشاعر الكثير الخيرية أعتقد هذا هو النجاح الأساسي للبطول أعطيكم أنا أبعافي الشباب شاردة فيهم مجروحة يعني يعني يعرف الكثير ويخجلوا ذاكت الأشياء اللهم يتعبوه أعطيكم أنا أبعافي فخور جدا عندنا بطول في المنطقة بهذا الحجم أيضا لو حبينا نسألك اليوم تكريم مجموعة من الشباب بادرة جميلة تكريم النجوم المنتخب الشباب والناشيين صحي وانا تقول الاتفاق بصراحة يطبق الدور يعني الاجتماعي والثقافي والرياضي إلى الأندية الرياضية يعني اليوم الاتفاق ما هو معنى بأنه يسوي تكريم لكل اللاعبين منتخبات في الألعاب خلنا نقول لقى الوهج إعلامي خلف الألعاب المختلفة لكن شيء ما هو مستغرب من دار التفاق بقيارة العزيز خالد الدفن وجميع أعضاء السيدارة والمنظمين إلى البطولة صراحة مبادرة جدا جميلة حتى التفاعل تتكلم مع أحد المكرمين تعرف اللعاب هذه ما تأخذ حقها كثير فالشعور جدا ممتاز يعطيك ألف عافية أيضا نلاحظ أن مواهب كثيرة في المنطقة الشرقية على مستوى إخراج لعبين مميزين جدا ولكن أندية المنطقة الشرقية بعيدة عن المنافسة والله تعرف أن الأندية أعتقد كثيرا في أندية بعيدة عن المنافسة أعتقد أنه يبغى لهمار ويبغى لشغل لكن عدد الكبير الموجود حتى في الدور الممتاز والدور الدرجة وله كثير من منطقة الشرقية ما هو قليل اليوم مثل ما نقول بعيدة عن المنافسة طلع نادي مثل ما في قدل اليوم الشرقي في قرية الخليج كهبود درجة جولة الباطن كان من أندية المنطقة الشرقية الجميل صراحة رغم الصعودة المتأخر لكن صراحة فيه عمل كبير كان موجود منافسة أكيد يعني تحتاج وقت خصة منافسة على الدورية تحتاج الهمار لكن في الأخير في آخر خمس سنوات كان الفتحة أحد أندية منطقة الشرقية لحقية أنه بطولتين يعني في المنطقة إذا حسبناه سوى بطولة الدورية أو بطولة السوبر يعني خلنا يعني أهل المنطقة تكون إيجابيين والتوادل الجماهيري والضخ الجماهيري شيء مؤثر كثيرا أي نادي يطبع نجيب بطولة يجب يكون عنده جمهور يحضر في الملعب وأعتقد الجمهور عليه دور كبير بأن يزيد دخل الأندية ليساعد أندية حقيقة هدافها نشكر لك من عبر عضاء شبكة الفارس العالمية وأيضا عضاء لجنة دورة الفقيد تواجدك وحضورك اليوم واجب علينا وبالعكس معفروض نجي كل يوم ولكن لك المشغل واجب علينا شكرا لك هيا كما